موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال الشيخ السعيد رحمه الله قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور فهم يوزعون أن يدبرون ويرد أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك وأعد له عدته وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه كما قال تعالى هذا أعطاه أفمن أو أمسك بغير حساب أي أعطي بغير حساب يقول فسار بهذه الجنود الضخمة في وعد أسفاره حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة أي منبهة لرفقتها وبني جنسها يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فنصحت هذه النملة وأسماعة النمل إما بنفسها ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب أو بأن أخبرت من حولها من النمل ثم سر الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك وهو دخول مساكنهن وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور فسمع سليمان عليه السلام قولها وفهمه فتبسم ضحكا من قولها أي أعجابا منه بفصحتها ونصحها وحسن تعبيرها وهذا حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام الأدب الكامل والتعجب في موضعه وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا في التبسم أو إلا إلى التبسم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم فإن القهقاثة تدل على خفة العقل وسوء الأدب وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت فالرسل منزهون عن ذلك وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذه الحال رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي وفقني أن أعمل صالحا ترضاه لكونه موافقا لأمرك مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات وادخلني برحمتك التي منها الجنة في عبادك الصالحين أي في جملة عبادك الصالحين فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها من فوائد الآيات بيان فضل الله عز وجل على نبيه سليمان عليه السلام كما ذكرنا وهذا ما اختصه الله عز وجل به من بين الناس وفيها كذلك ما أودعه الله عز وجل في هذه الكائنات وتلك الحشرات وكلها أمم تسبح الله عز وجل وفيها كذلك واجب النصيحة فعلى المسلم أن ينصح لإخوانه وأن يحرص عليهم وأن يدلهم على ما ينفعهم وينجيهم ويحميهم من الضرر وإلا هل تكون النملة أعقل من المسلم حين نصحت لإخوانها ونبهتهم كي يأخذوا حذرهم كذلك فيها شكر نعمة الله عز وجل يكون بالقول والفعل ومن الأدعية في ذلك قوله سبحانه عن سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فهذا مما ينبغي أن نكثر منه شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى قلوا قول هذا والسلام وعلى الله وعلى الله وعلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر